تعريف الرسالة الرسالة هي الناتج الحقيقي لما أمكن ترجمة من أفكار ومعاني ومعلومات خاصة بمصدر معين في شكل لغة معينة يفهمها كلا الطرفين المرسل والمستقبل والرسالة على هذه الحالة وفي هذه الحالة تمثل الهدف الحقيقي لمرسلها والتي يتبلور أساسا في تحقيق الهدف من عملية الاتصال بشكل فعال طبعا بجهات أو أفراد أو أشخاص محددين أو غير محددين على الهيكل التنظيمي طبعا هناك تعريف آخر للرسالة هي عبارة عن ورقة مكتوبة يكون لها صفة التراسل الحالي والشخصي لا خاصية التراسل تصلح لعملية التراسل ويكون مرسلها شخص عادي هو المرسل أو شخص معنوي طبعا هناك تعريف آخر للرسالة عرفت الرسالة على أنها وسيلة لنقل الخبر أو النبأ والرسول هو حامل الرسالة الرسول هو حامل الرسالة الشخص الذي يحمل الرسالة ليصالها إلى الطرف الآخر يسمى الرسول طبعا هناك موضوع آخر الذي هو تطور الرسالة كيف تطورت الرسالة تطورت الرسالة عبر الزمن لو أردنا أن نتكلم ونتحدث عن تاريخ الرسالة يجب أن نرجع إلى ما قبل البداية بداية الكتابة بداية التعلم والتي تعتبر ممثابة تحول كبير في حياة الإنسان هي البدايات وتطور مميز بذل الإنسان فيه جهد ملموس فالرسالة سابقا تعتبر ثمرة لاكتشاف الإنسان الكتابة ثم الأحرف الأبجدية طبعا هذا حوالي الألف الثالث قبل الميلاد وهو التاريخ الذي يفصل ما بين عصر ما قبل التاريخ والعصر التاريخي طبعا مرت العملية أولا بالكتابة ثم أصبحت كتابة وتصويرية ثم تصويرية صوتية ثم مقطعية ثم هيجائية أصبح هناك في تطور للرسالة بهذا أصبحت الرسالة قادرة على تفسير نموذج معين وحمله بشكل أو بآخر إلى الإنسان طبعا من الأمور التي ساعدت على تطور الرسالة التجارة طبعا التجارة من العوامل الرئيسية التي ساعدت في انتشار الكتابة والمراسلة في الأمم القديمة طبعا بداية في اليونان الفنيقيون استخدموا المراسلات في تجاراتهم عبر العالم شرقا وغربا أيضا العرب كان لهم دور في الجاهلية كانت تجارتهم عبر بلاد الشام وبلاد اليمن رحلة الشتاء والصيف طبعا هذا الاحتكاك مع البشر وعملية تطور التجارة ساعدت وساهمت في تطور الرسالة ولا ننسى دين الإسلامي الدين الإسلامي الدين الحنيف وما جاء به من أهمية بارزة حيث كانت أول آية أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي إقرأ هذه تدعو إلى أهمية الكراءة المكاتبة استخدام الرسال حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم المراسلات للكتابة إلى ملوك العرب والعجم حيث يدعوهم إلى الدين وتبعه من بعد القلفاء الراشدون فأخذ فن الرسال يرقى ويتنوع مع تقدم الحياة الإسلامية حتى أصبح من أكبر فنون الأدب شيوعا بين الناس